نشرة الأخبار على الحياة فهم أهلا بكم في أولى موعدنا الأخبارية لهذا اليوم وهذه أبرز العنوين اتحاد الشغل يدعو لهيئة إدارية عجلة بعد منع وفود نقبية من دخول تونس الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من إيقاف ناشطنا في تونس على خلفية تواصلهم مع دبلوماسيها أهلا بكم في تفاصيل دعة اللجنة الوطنية للأخلاقية الطبية إلى الالتزام بالأخلاقية الأساسية ولسيما منها التضامن والمساوات والإنصاف والعدل والأحسن وعدم الإساءة في مختلف الوضعيات في ظل تنامي خطاب العنصرية والكراهية ضد المهاجرين من جنوب السحراء الكبرى وتصعد التمييز وقع ضحيته ذوي البشرة السمراء سواء كانوا تونسيين أو أجانب من جنوب السحراء وشددت اللجنة في بيان لها إلى أو على ضرورة مضعفة اليقظة ومناهضة أي شكل من أشكال العنصرية أو الكراهية ضد الأجانب واحترام كرامة المهاجرين وحقوق الإنسان بغض النظر عن وضعهم الإداري أو الاجتماعي مؤكدة أنها ستول اهتماما خاصا بالفئات الأكثر هشاشة سواء كان ذلك بسبب المرض أو الإعاقة أو الجنس أو عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي أو الأصل الجغرافي ودعت جميع المتدخلين إلى توحيد جهودهم من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة ومتوسطة المدى بهدف تعزيز القيم الأخلاقية الأساسية وخاصة التي يتم الاستخفاف بها في حالة الأزمات تقرر الترفيع في سعر الحليب الطازج على مستوى الإنتاج بـ 200 مليم للتر الواحد ليصبح سعره 1340 مليم للتر كسعر أدنى مضمون للفلاح وذلك بداية من يوم السادس عشر من نوفمبر 2022 وفق ما أكدته وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري قرر الاتحاد العام التونسي لشغل الدعوة إلى عقد هيئة إدارية عاجلة مستنكراً ما اعتبرها خطوة تصعيدية عيدائية من السلقة الحاكمة بسبب منع الأمين العام المسؤول عن إفريقيا وأسيا في النقابة الإسبانية من الدخول إلى التراب التونسي وترحيله بدعوة أنه شخص غير مرغوب فيه وفق ما عبر عنه الاتحاد في بيان له أمس وأفد الاتحاد بأن السلطات التونسية أعلمته أيضاً بقرارها منع قدوم وفد من الاتحاد الدولي للنقابات وعلى رأسهم الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات ويأتي هذا المنع في وقت يستحد فيه الاتحاد لتنظيم تجمع عمالي يوم سبت رابع من مارس في بطحة محمد علي قبلة مقره بالعاصمة واعتبر اتحاد الشغل قرر منع الوفود النقابية من المشاركة في التجمع العمالي والمسيرة الوطنية المزمعة تنفيذها يوم سبت رابع من مارس بالعاصمة غير مبرر ويستهدف الاتحاد العام تونسي للشغل والعمل النقابي المستقل كما استنكر ما اعتبره إصرارا من السلطة على الإساءة إلى سمعة تونس عبر إجراءاتها التي تخرق الأعراف والتقاليد العريقة لبلادنا وتعمق من عزلة تونس وتجعلها أمام المسائلة القانونية في المحافل الدولية وخاصة منها منظمة العمل الدولية وكانت السلطات التونسية قد طلبت من الأمينة العامة لكونفيدرالية النقابات الأوروبية استيرلانش من مغادرة تونس بعد مشاركتها في مدينة اسفاقس في مسيرة النظام هاتحاد الشغل يوم الثامن عشر من فيفري المنقذي أعلنت جبهة الخلاص الوطني عن تمسكها بحقها في التظاهر يوم الخامس من مارس على ساعة العشر صباحا من ساحة الجمهورية إلى شارع الحبيبورغيبة وذلك رغم رفض والي تونس المطلب الذي تقدمت به لتنظيم مسيرة ووصفت الجبهة في بلاغ لها هذا القرار بالباطل كما اعتبرت أن الاجتماعات العامة والمظاهرات حرة ويمكن أن تنعقدون سابق ترخيصا حسب منطوق الفصل الأول من القانون عدد أربعة لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات في سياق متصل دعت حركة النهضة أنصرها وكل القوى الحية في البلاد لتظاهر السلمي يوم الأحد الخامس من مارس بشارع الحبيبورغيبة بالعاصمة مستنكرة ما أسمته محاولات التضييق وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي مدينة تونس وأدانت في بلاغ ما وصفته بالإجراءات التعصفية التي تسلتها سلطة الانقلاب وفق وصفها وخاصة وزيرة العدل ضد القضاة لترهيبهم وابتزازهم تحت سيف العزل والعقوبات كما هو حال القضاة المتعهدين بالملفات الأخيرة وما حصل مع قضي التحقيق في ملف حطاب بن عثمان الذي برأه حاكم التحقيق من تهمة إخفاء محجوز بعد أن اتضح زيف التهمة الموجهة إليه فاختطفته وفق تعبيرها فرقة أمنية وفتحت ضده قضية جديدة ملفقة هي الأخرى وقد سبق أن حكم أو حكم عليه قيس سعيد بالإدانة قبل نظر القاضي في ملفه شكلا ومضمونا وفق البيان أكدت حركة النهضة في بيان لها مسامس قاف القياد بالحركة صادق شورو من قبل فرقة أمنية دون ذكر دواف هذا الإيقاف أو مكانه وأضف البيان أن الحركة تندد بشدة بتوسع حملة الاعتقالات خارج القانون لتطالى مناظلا وفق وصفها قضى حياته في مقارعة الاستبداد وقضى عقودا في السجن ظلما وظل بعيدا عن كل التجذبات السياسية منذ الثورة وفق بيان حركة النهضة للإشارة في أن مصادر أعلامية متطابقة أشارت إلى أن إيقاف صادق شورو كان على ذمة قضية التسفير قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس أن الولايات المتحدة قلق بسبب تقارير عن اتهامات جنائية بحق أشخاص في تونس نتيجة لقاءات أو محادثات مع موظفية سفارة الأمريكية وقال المتحدث نايدو برايس في إفادة صحفية قال هذا جزء من وطيلة متصاعدة من الاعتقالات ضد من يعتبرون معارضين للحكومة دوليا قال رئيس الفرنسي مانويل ماكرون أمس أن فرنسا صارت اليوم محاورا محايدا في إفريقيا داعيا خلال كلمة له أمام الجالية الفرنسية في العاصمة الجابونية إلى شراكات جديدة في القارة السمراء بعيدا عن العلاقات المبهمة وعن دعم القادة الحاليين وأكد ماكرون الذي يقوم بجولة إفريقية أن إعادة تنظيم تموضع القوات الفرنسية في القارة لا تشكل لانسحابا ولا فك ارتباط نهاية النشرة وهذا تذكير بالعنوين اتحاد الشغل يدعو لهيئة إدارية عجلة بعد منع وفود نقبية من دخول تونس الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من إيقاف ناشطين في تونس على خلفية تواصلهم مع دبلوماسيها كانت هذه نشطة الأخبار من إذاعة الحياة فهم لكم أجمل تحية سام حمدي في أمان الله